السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم صص الجبنة. اللي الولاد كلها بتحبوا. بيستخدمون البطاطس والفراخ المقلية. طريقة سهلة جدا. حطيت معلقة زبدة على النار. معلقة زبدة كبيرة. وهبدأ انزل عليها بمعلقة دقيق. برضو المعلقة الدقيق كبيرة. واقلبها كده لحد ما الدقيق ريحته تطلع معانا. كده الزبدة دابت والدقيق داب. اخط في الاول كباية من اللبن كده واشوفي القوام هيبقى شكله ايه? طبعا القوام من طلع زي ما انتم شايفين كده تقيل. فهبتدى حطي نصف كباية لبن كبان. هنا عندي حوالي متين جرام من الجبنة للشيدر اللي هي لونها احمر. حطيته. في حاجتين انتم ممكن تتحكموا فيهم. القوام القوام بتاع الجبنة. والجمية الجبنة للشيدر ممكن انتم تتزودوا آآ فيهم لو انتم حابين قوام الجبنة بيبقى خف من كده. وكمية الجبنة برضو ممكن تزودوها. كده هي معايا جاهزة بس انا هزودتها شوية حليب كده عشان تبقى خف زي ما انتم شايفين القوام بتاعها وزي ما قلتلكم لو حابين تخففوها عن كده ممكن تزودو شوية حليب كمان. هابتدي بس آآ احط لها شوية ملح وشوية فلفل. طبعا في ناس بتحبها سبايسي ممكن تزودو عليها آآ بابريكا وممكن تزودو عليها شوية شطة بس انا بس حطيت شوية ملح وفلفل. دي طبعا الولاد بيحبوها جدا آآ مع الفراخ المقلية اللي هي الزينجر او آآ مع البطاطس المحمرة او حتى مع صدور الفراخ يعني الولاد بيموتوا في صوس الجبنة ده. هنا هنقدم تعملها بطاطس محمرة. طبعا حلوة اوي ووصفة سهلة وممكن تعملوها بسهولة في البيت. طعمها حلوة اوي ولزيزة وغنية. يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكو كده وآآ ان شاء الله تجربوها وتقولوه رأيكو فيها. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير. ومتشكرة اوي رأيكو. 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 رأيكو.